الأخوات والإخوة ضيوف مؤتمر ساحة غزة لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الأخوات والإخوة أعضاء المؤتمر الحضور الكريم كل باسمه ولقبه أحييكم بكل الاعتزاز في هذه اللحظة التي نعبر فيها عن إصرارنا بالتمسك بأهداف شعبنا في الحرية والإستراتي ونستهل بها مرحلة جديدة من عملنا وسعينا نحو استعادة وحدة حركتنا وشموخها وروحها الفتية وبنيانها الزاهي مستهلين مناقب القادة المؤسسين وتجاربهم الرائدة وعلى رأسهم الشهيد الخالد ياسر عرفات مصممين على إنهاء مرحلة الإقصاء والتفرد والانحراف عن بوصلة النضال الوطني النبيل تعلمون جميعاً ويعلم شعبنا الأبي أن حالة الترد التي أرادها البعض لحركة فتح هي سبب قيام وإنشاء تيارنا في هذه الحركة لكي لا يضيع تاريخها وإرثها الكفاحي فقد كان ومزال واجبنا واجباً علينا العمل دون كلل أو ملل للحلولة دون طي هذا التاريخ أو التخلي عن ذلك الإرث وعن واجباتنا حيال شعبنا في أوقات الشدة كما في أوقات الرخاء فبعد سنوات طويلة من الانحراف والتغاضي عن التحديات الخطيرة والمصيرية لم يستطع المتفردون الممسكون بمقاليد هذه الحركة إحراز شيء من التأييد الشعبي أو حتى الاستمرار في السعي إلى تسوية إذ لا سلام يتأسس على رضوخ ولا رضوخ يعلي من شأن قضية أو يسترجع حقوقاً فما بالنا بقضية شعبنا المفعمة ببراهين الحق وبكل ما يؤكد على جدارة الفلسطينيين في الحرية والاستقلال اليوم ونحن ندشن حقبة جديدة في مسيرة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح نستهلها بعقد مؤتمر ساحة غزة غزة البطولة والتضحية والفداء غزة المحاصرة غزة التي تنزف الجرح وتأن تحت وطأة الألم والظلم والفقر والقهر ورغم كل ذلك غزة تواصل مسيرتها وتكافح على كل الجبهات من أجل حياة كريمة يستحقها أهلها في غزة بعد كل مواجهوه من بطش المحتل وتنكيل ذوي القربة وسعوبات العيش تحت وطأة المعاناة والألم من قلب غزة خزان الكفاح ومعقل الأبطال وحاضنة الثورة نعلن اليوم انطلاق هذا العرس الوطني الديمقراطي الذي يتوخاه كل الوطنيون وفي الطريعة منهم الفتحويون فمنذ البداية لم يكن من بين طموحاتنا أن نصنع لأنفسنا عنوالا فسائليا جديدا نتقوقع في داخله تاركين حركتنا للمصير الذي يريده لها صانعو الإحباط فلم نتزحزح عن قناعتنا بأن حركة فتح هي الإطار الذي يلائم نضال شعبنا ويتجاوز اشتراطات الأيدولوجيا الحزبية وفوارقها ويؤسس لوحدة نضالية تستوعب الجميع ففتح هي شبيهة الناس وضمانة ألا تنفصل الكتلة الشعبية عن قادتها وعن طليعتها فما هو أمامنا اليوم بكل أسف وللمرة الأولى في تاريخ كفاحنا المعاصر أن الممسكين بمقاليد الحركة الشاسعة أطاحوا بدورها ولا يعيشوا تفاصيل حياة شعبهم ولا يبذلون المستطاع للأخذ بيده والتخفيف من آلامه فعندما ننظر اليوم إلى واقعنا ونعاين الحياة العامة ندرك أهمية العمل من أجل التغيير وإنقاذ حركتنا التي هي درة النضال الوطني الفلسطيني في التاريخ المعاصر نقف اليوم هنا عند بوابة الأمل وأول الطريق إلى المهمة الجوهرية الأولى وهي استعادة فتح لروحها ولدورها وثقافتها لكي تعود الحارسة اليقظة للحلم الفلسطيني والوسيلة والإطار الذي يجمع ولا يفرق بكل ما استقر عليه قادتنا المؤسسيون من تقاليد العمل وعرافه والاستمرار في رحلة النضال منذ الانطلاقة قبل ما يزيد عن خمس وخمسون سنة وحتى الوصول إلى الحرية والاستقلال أيتها الأخوات أيها الإخوة يواصل تيارنا المسار الذي اختاره لنفسه بإصراركم وثباتكم وإرادتكم الفولذية فقد أصبحتم رقما صعبا لا يمكن لأحد أن يتجاوزه وباتت جماهيرنا الوفية جزءا رئيسا من المعادلة الوطنية وهي مستعدة على الدوام لكل الاستحقاقات وحاضرة في المشهد النضالي الذي يجسد الإجماع الوطني في هذه المرحلة واختارت قيادتكم أن تشق طريق الإصلاح عبر بوابة الشراكة السياسية مع الكل الوطني وعبر بوابة الديمقراطية حيث يختار شعبنا بكامل إرادته من يمثله أخواتي، إخواني اسمحوا لي أن أتوقف أمام أمور أظنها مهمة في هذه المرحلة من كفاحنا الوطني ولعلها مفاصلة تستحق أن تكون جزءا من فكر مؤتمركم المبارك وتوجهاته إن وحدة حركة فتح وعودتها لطليعة النضال الوطني الفلسطيني ضرورة حيوية لاغنا عنها ورغم ما يعصف بجزء من فتح بفعل نهج ديكتاتوري جامع لم تشهده الحركة منذ انطلاقتها فإنني أدعوكم للعمل دوما وبدأب من أجل فتح ووحدتها وتطوير أدائها وأزماتها حتى وإن أوغل تيارا ما في الأخطاء والخطايا فاصبروا وثابروا من أجل استعادة فتح ووحدتها وريادتها الوطنية وألقها التاريخي المشرف وما سبب يقودني للحديث عن كارثة الانقسام وكما تعلمون فلقد فابرنا منذ سنوات لتأسيس شراكة وطنية مع كل قوى شعبنا ووضعنا لبثة صلبة لاستعادة وحدتنا الوطنية ورفعنا شعار أن لا خلاف لدينا مع أحد ورحبنا ونرحب بمن يريد العلاقة معنا من أجل فلسطين ومن أجل القدس فنحن لا نرى سببا لاستمرار هذا الانقسام سوى المصالح الشخصية المتضاربة والتدخلات الخارجية ورغم وعينا التام بأن الوحدة الفلسطينية الحقيقية لا تؤسس على المجاملات فقد باركنا كل جولة من جولات الحوار بين السلطة وحركة حماس ويهمنا أن نؤكد مجددا موقفنا كجنود للوحدة الوطنية نحن مع الوحدة مهما كان الثمن ولكن على أسس سياسية قوية ونوايا نظيفة خالية من الشوائب ولكي نكون واضحين جدا فنحن نرى بأن الطروحات المتشددة أو تلك الموغلة في المرونة الرخيصة لا تؤسس لوحدة حقيقية لذلك كله تبنينا نحن في التيار البرنامج السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني دورة الاستقلال الوطني كبرنامج واقعي ووثيقة الأسرى للوفاق الوطني كبرنامج عملي لتحقيق الوحدة الوطنية حتى الآن على الأقل ولكن لماذا أقول ذلك حتى الآن على الأقل وأشدد عليه لأن ذلك البرنامج قابل بل يستحق المراجعة الشاملة المستمرة بعد أن انتهكت دولة الاحتلال كل الاتفاقيات والمواثيق فمنذ اغتيال الرئيس الشهيد أبو عمار حطم الاحتلال كل أسس حل الدولتين ومقوماته وكبل المستقبل ببحر من المستوطنات وسيل من القوانين العنصرية لكل ذلك قد يفقد ذلك البرنامج السياسي صلاحياته قريبا إن لم يكن ذلك قد حدث فعلا ودعونا نتحدث بامثال وضوح والصراحة فإزاء الوضع الراهن وبحكم تدافع الأحداث والوقائع فليس أمام دولة الاحتلال سوى الإقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية وهي لا تريد ذلك أو تكرس احتلال استعماري عنصري لا يستطيع الدفاع عنه أحد حتى أصدقاء إسرائيل وهي تعمل على ذلك ليل نهار أو الخضوع لحل الدولة الواحدة وهي تخشى ذلك وأنا لا أرى ولا أريد أن أحمل التيار مسؤولية هذا الموقف لكني شخصيا وفي ذل دمار حل الدولتين أقول بأنني محمد دحلان يقبل بالدولة الواحدة كخيار تحدي بعد أن حطم الاحتلال كل أسس حل الدولتين ومقوماته لأن حل الدولة الواحدة سيصبح بديلا طبيعيا لوهم حل الدولتين ولندع المستقبل يقرر نتائج الصراع بين نظام احتلال عنصري يعتمد التطهير البشري والجغرافي والثقافي وبين شعب لا يقتلعه من أرضه إلى الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي هل التوافق الوطني على رؤية وبرنامج سياسي يشكل حصانة منع تمكن شعبنا من المضي قدما في نضاله الباسل وتحقيق الاستقلال المنشود جواب القاطع هو لا وألف لا فبدون قيادة موثوقة ومنتخبة من الشعب لا يمكن الحديث عن سلامة وحصانة العمل الوطني الراهن والمستقبلي وبما أن طبيعة وتركيبة النظام السياسي الراهن تؤهل لكل أنواع الخروقات والتعديات الدستورية والقانونية والإدارية فمن واجب الشعب بكل قواه أن يسعى لتغيير النظام السياسي بصورة شاملة وعلينا أن نتذكر بأننا عشنا عقودا في ظل نظام أبوي بزعامة الرئيس الراحل أبو عمار رحمه الله ورغم عدله المشهود واعتداله ورغم تسامحه واعتماده قانون المحبة إلا أن أشياء مهمة كانت ناقصة أو مفقودة ولكن الراحل ياسر عرفات عوضها بالابتعاد عن الظلم والتنكيل والتعفف عن الحياة الشخصية المترفة ثم حلمنا بها كثيرا وعملنا من أجلها مرحلة الرئيس المنتخب وبناء دولة المؤسسات لكننا انتهينا بكارثة ديكتاتورية بشعة ديكتاتورية كانت أشد وقعا من ظلم الاحتلال أحيانا فهل نستسلم لهذا الواقع ونراوح في دائرة البؤس ووحل الظلم والفساد والتفرد أم لدينا طموحات وأهداف أخرى قطعا شعبنا يستحق الأفضل والأعدل شعبنا يستحق نظاما سياسيا قابلا للحياة مانعا للدكتاتورية عادلا في تمثيل الشعب بكل طبقاته وفئاته وذلك لا يتحقق إلا بنظام برلماني حقيقي وفعال وعبر انتخابات وطنية نزيهة وشفافة وهذا هدف النبيل يستحق أن نبذل من أجله الغالي والرخيص إخواتي وأخواتي وماذا عننا؟ ماذا عن هذا التيار الذي يرفع كل تلك الشعارات والعناوين النبيلة؟ وهل نحن قادرون على أن نبدأ بأنفسنا لنقدم نظم نموذجا فريدا من الإيثار والعطاء؟ جواب إليكم بلا تردد نعم نعم نبدأ بأنفسنا فنحن قررنا العمل على إحداث التغيير والتكامل الخلاق بين حكمة وصلابة القادة المؤسسين للتيار وبين الطاقات الشبابية المبدعة والمنتخبة لنعطي نموذجا يحتذى به للحركات والفصائل بإفساح المجال كاملا للقيادات الشابة لتولي زمام الأمور في كل ساحة بدعم ومشورة ورقابة قادة المؤسسين نحن في قيادة التيار نعلم كم تغير العالم من حولنا وكم التغيير والتطور الهائل في أدوات التواصل والتكنولوجيا والقدرات المذهلة للشباب على التعامل مع أدوات ووسائل المستقبل ولذلك نحن نسعى بكل طاقاتنا وعزمنا على أن نكون بنيان هذا التيار مرصوصا ومرصعا بالطاقات النسائية والشبابية الخلاقة ولذلك أتمنى عليكم أن نتميز في هذا التيار وفي هذا المؤتمر بأن تختاروا بدمائركم الأفضل والأنسب دون المحاور والتحشيدات الانتخابية يعني باختصار فيش داعي للتحالفات والكواليس عادات السجن والعدات القديمة وبالمناسبة إخواني أنا سمعت في أكثر من مكالمة وفي أكثر من اتصال أن بعض الإخوان يعتقدوا أو في بعض الأفراد يسربوا لهم أن محمد دحلان أو سمير مشهراو أو ماجد أبو شمال أو الأخ أبو حاتم أو كل الحضور الكريم في هذه الجلسة يفضل فلان عن فلان أو الأخ الفلان عن الأخ الفلان أو الأخت عن تلك الأخت أنا أقول لكم جميعا نحن لا نفضل أحدا على أحد الخير فيكم جميعا ولكن رسخوا نموذجا جديدا اختاروا الأفضل لهذه الحركة وأنا أشعر بسعادة كبيرة في أن أرى نسبة الأخوات في هذا المؤتمر عالية وإن شاء الله في المؤتمر قادم تكون طاغية ليس فقط في المؤتمر بل في القيادة فلذلك انسوا أن محمد دحلان ما حد ضد حد كلكم أبناؤنا كلكم تحملتم بطش أبو مازن وسلطته وجميعكم يبحث عن البحث عن البحث لمستقبل أفضل لأبنائنا لذلك التكتلات هي بتفيدش باختصار وأنا سأكون ضدها بالمطلق وإن شاء الله بينجح من يستطيع أن يحمل الراية ويتحمل المسؤولين كذلك من المهم جدا أن تتذكروا دائما أنكم في ساحة غزة طليعة والقلب لهذا التيار مما يضاعف مسؤولياتكم نحو التميز في الأداء والعطاء أمام رفاق ضربكم ومسيرتكم في الضفة الغربية الباسلة التي يواجهون فيها أبشع أنواع الملاحقة والتضييق من قبل أجهزة ديكتاتور صغير يتحكم بالناس وأرزاقهم في الضفة ومن هنا أتوجه بالتحية باسمكم جميعا لقادة وكوادر التيار في الضفة وفي القدس الصامدة وفي مخيمات الشتات في لبنان والساحات الخارجية داعيا قيادة كوادر التيار في الضفة الغربية إلى مزيد من الصبر على إجراءات وممارسات أجهزة القمع وإلى ابتداء أساليب تتجاوز وجود هذه الأجهزة نهو عقد مؤتمر ساحاتهم في القريب العاجل أو التوافق على من يقودهم في المرحلة القادمة ختاما أخواتي وأخواني أبارك لكم من عقاد مؤتمركم وأتمنى لمخرجات هذا المؤتمر أن ترتقي إلى مستوى التحديات التي تعصف بنا وبقضيتنا الوطنية وأعدكم أن أظل معكم ومع شعبنا الأبي المناضل في كافة أماكن تواجده وفاقكم الله جميعا وسدد خطاكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الحرية لأسران البواسل وإنها لثورة حتى النصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر